جمال عارف شو رأيت؟ أنا أشوف حقيقة ما زلت منصر أنه لازم يكون هناك تنسيق ومتابعة وتفاهم بين الأندية وإدارة المنتخبات في مسألة الاحترافية الكاملة الاحتراف اليوم الكامل لابد أن يكون هناك تنسيق وتفاهم ومتابعة بكيفية التعامل مع هذه المرحلة لأننا نحن الآن قاعدين نتكلم على أشياء مستقبلية وفي يدنا وفي يدنا نحن نسوي الشيء هذا إلا هو الاحتراف الكامل اليوم الكامل هذا في يدنا نحن كلام أبو عبد الله كلام سليم أنه الخصخصة مطلوبة ولكن هذا في المستقبل لكن نحن اليوم خلال الأربع سنوات القادمة نحتاج إلى أننا نحن يكون فيه تناغم وتفاهم وتطبيق اليوم الكامل بين إدارة المنتخبات والأندية كلها والأندية الممتازة وحتى أندية الدرجة الأولى عشان نطبق اليوم الكامل وعشان نعطي زخم كبير لللاعبين الموجودين المحترفين أنهم هم يقدموا عطاء أفضل يقدموا حتى البنية اليسدية التغذية الكاملة هذا الشيء مهم جدا ولازم يكون فيه تفاهم بين وتنسيق ومتابعة كاملة من مدرب المنتخب الأول للفيات السنية متابعة كاملة يعني أبغى تقرير شهري من مدرب الفيات السنية مدرب الشباب مدرب الأولمبي مدرب الناشين أبغى أو خلينا نختصرها بلاشي مدرب الناشين نقول على مدرب المنتخب الأولمبي ومدرب منتخب الشباب أبغى تقرير عن أفضل جاهزية اللاعب إيش وضعه إيش مستوى عضلاته يعني أبغى تقرير كامل يعطى لمدرب المنتخب مع متابعة من المدرب يعني أنا أتذكر مثلا بيلتش مدرب الاتحاد لما نجاه في الفترة الماضية كان عنده مشكلة في الضهير اليمين راح وتابع بنفسه وشاف سعود عبد الحميد جابه وحطه كظهير هو اللي تابعه يعني راح ليش لأنه بيلتش كان مسؤول عن الفيات السنية عن الفريق الأول ويتابع الفيات السنية كان متابعة شخصية منه للأمانة شوف المدرب صحيح ما نجح مع الاتحاد لأن كان عنده عمل للأمانة وجاب سعود عبد الحميد سعود عبد الحميد اختياره الآن في المنتخبة الأول الآن أنا أشوفه أفضل لاعب سعودي اليوم سعود عبد الحميد أفضل لاعب سعودي أفضل من سالم الدوسري يعني اليوم أنا أشوف أفضل لاعب سعودي أنت تقول أفضل لاعب سعودي سعود عبد الحميد أفضل انضباطية أداء متطور طور مستوى انضباط تكتيك يأدي شوف تخيل نحن لا نتكلم مهاريا وفنيا نتكلم على انضباطية في الملعب وعلى كيفية أداء هذا اللاعب في كل مركز يعني يديك في الظهير الأمين يديك في الظهير الشمال تحطه في المحور وبعدين ايش واضح انه يتطور يوم مباراة مباراة تطور يعني لاحظ كيف يعني كيف التطور اللي حاصل فيه جسمه تغدى شوف واضح انه بيتغدى صح وبينام صح وبيلكل صح وبيشتغل صح على نفسه وهذا حقيقة لاعب انا اتمنى له مستقبل كبير واتوقع له مستقبل كبير واتمنى له فانا اتمنى انه يكون فيه تفاهم بين رينارد ومدربين منتخبات الولمبي والشباب وتقارير شهرية تعطى لهذا المدرب بحالة اللاعب ويعطى لللاعب مثلا مدرب منتخب الولمبي يقول لرينارد عندي اللاعب تعال تابعوا شوفوا اللاعب الفلاني تابعوا ومدرب منتخب الشواب يقول تابع اللاعب هذا عندي وهذا تقرير كامل مفصل عن اللاعب هذه اللي نبدأ بها من البداية والاهم كمان نقطة ثانية اننا نحن لازم نعمل نعمل وبشكل جاد وجدي في كيفية تقليص الموارد او الاستحقاقات او المبالغ توقع لللاعبين المحترفين كيفية تقليصها انت عندك رغبة انك انت ما تبقى المبلغ هذا روح احترف وبشرط انك انت لما تبقى تحترف تحترف في دولة ارفع منك مستوى فنيا ما تحترف فيها اقل منك وحتى لو كانت البوايض اكبر هذه النقاط لازم تعالج أنا ما يعارف عنده فيه لجنة فنية في الاتحاد السعودي كيف تقدر تضع الامور ترتب الامور عشان ننجح وننهض بهذا المنتخب ومنتخبنا حقيقة قادر شوف فيه تطور واضح الناس اللي تتكلم انه المنتخب لا فيه فيه اخطاء فيه تطور واضح في اداء اللاعبين وفيه اخطاء الامانة يعني مثلا انا اقول لك اذا فيه اتكلم على خطأ انه ما قدر سراحة رينارد يختار ظهير شمال وهي كانت المشكلة الاساسية اللي اثرت على منتخبنا غياب ياسر الشهراني هو الاساس في التأثير الفني على اداء منتخبنا في البقية المباريات